أفشا... هاشلattك بكلام الحلو أكيد طبعا مارس الكولور كان تسأل أكيد إن أفشا حلو أكيد طبعاً هركوا على أفشا ك WY أنا ولأ كنت أول كلم حاجز فاضل يا حوش أفشا كان مارس الكولور تسأل على محمد مجد أفشا قبل كده قال لهم أنا بالنسبالي هو أفضل بكتير لما بينزل بديل طب هو أفضل كتير لما بينزل بديل ليه؟ م –مم معدلات الرجل ومعدلات البدنية، في أخر الم patriarch في الوقت لما يبدأ المباراة تنشن بيبدأ تظهر المساحات الكبيرة عند المنافس كمان بالضبط كده فانت هنا بتحتاج واحد عنده رؤية مع السرعات اللي موجودة في فرقتك انت محتاج واحد يحرك اللعيبة دي والواحد ده مختلف عن كل اللي موجودين انه هو بيعرف يطلع بكورة بأكروسي او بدقة عالية جدا وهو ده اللي بيامله أفشا ولو شفت مثلا في الدولي اللي احنا بنتكلم عليه النادي الآلي توق به 4 مباراة 12 نقطة أفشا كان حاسم بشكل كبير مع النادي الآلي في آخر المباراة النهاردة نفس اللي حصل في مباراة الترجي ونفس اللي بيحصل في كل مباراة بينزل فيها أفشا زي ما انت شاف أفشا هو المتحكم دايما في الرتم في الوقت اللي بتظهر في المساحات يمشي هنا الفريمات هنا أفشا نزل في آخر شرح اللي انت شرحته بتاع أفشا ده ليه بينزل كبديل ده شرح عظيم جدا حبيب يا كري انه كمان وجهت نظر ما حدش بياخد باله منها يعني فيه كتير ناس تقول لك يا عم أفشا مظلوم جدا مفروض أفشا ياخد من الديها الأولى بس انت بتقوله ده يفاهمك كمان كلها اللي بيقسم المباراة انه هو عنده هدوء كبير جدا هو مع الكورة سي ما انت شاف انه أول ما الكورة هتتقطع والنادي الآلي هيحصل على الكورة أول ما أفشا هياخده الكورة هي دي الميزة اللي موجودة عنده ومش موجودة في حال ممكن تكون موجودة في عمر السلوية شوية ولكن دقته في إرسال الكور العالية بالدقة دي بالسنس ده في الحتة دي هو ده اللي بيميز محمد مجد أفشا ادي كورة اللي طبعا كمفروض كهربا يسجلها كهربا تعمل معاها بطريقة وحشا جدا ازاي انه هو اداها الكهربا بالسنس ده وسهلة جدا وبعدين كهربا ولكن ضيحا دي كورة كورة تانية برضو كمان بعدها نفس الكلام هتلاقي ان محمد مجد أفشا هنا بقى يا كريم هو دايما هتلاقي لعبة النادي الأهلي بتدور عليه علشان يسنده علشان يطلع بكورة بص محمد مجد أفشا فين هنا هنا اللي في آخر الكادر خالص جنب ريدا سليم أول ما هيستلم ايها عطيته الله كورة فين أفشا أفشا في طرف الملعب مرة واحدة هيبدأ يدور على مكان أبص أمغير مكانه وأمنازل جوه عمق الملعب يستلم في المساحة الفاضية عشان تزاوية التمرير استلم أفشا الباص وبروجريسف باص الباص اللي بيكسر الخطوط بص يا كريم باص واحد بسهولة شديدة جدا في المساحات اللي تبقى متواجدة في آخر المطشات برضو استلم كهرباء ولكن اتقطعت منه لغاية لما ده عمر صلايا عفوا لغاية لما ييجي الهدف التالت اللي أحرزه النادي الأهلي نفسك كريم بص يا كريم هيلعب الباص أول ما يلعب الباص هيموه للراجل عشان هو عنده مساحة رؤية وعنده فيجن عالي جدا أما طلع كرة بمنتهى سهولة طهر محمد طهر عشان طهر يقدر يحرز الهدف التالت للنادي الأهلي فأفشا هو واحد من الأسلحة المهمة جدا جدا يا كريم يوم الجمعة الجاية المارس الكولر لو المباراة تعقربت في الوقت اللي الرتم البدني بينزل فيه أفشا بكرة واحدة بس ممكن يخلصتك المباراة مش هو اللي يخلص ويرجع تاني للمباراة بتاعت 2-0 نهائي الكاس نادي الأهلي 0-0 آخر عشر دقيق نزل أفشا هو اللي عمل الأوفر اللي عمله الإمام عشور والهدف التاني هو اللي جابه بلسنج فعش كده بقولك أفشا عنده هدوء وثقة في نفسه تخليه يعرف يتحكم في الرتم في الوقت اللي المعدلات الجاري فيه بتبدأ تقل بسبب إن فيه مساحات كبيرة متواجد في الأواخر الدقيق سلاح لا يقل أهمية عن أي واحد من الحداشر اللي بيبتده معا عايزوا الحق لأي أحيي أعطيته الله قبل ما أخلص مش أحيي أعطيته الله فيه لعيب لازم ياخد حقه لأنه هو لو بروفايل جدا والناس ما بتدلوش حقه لأنه هو اللي سوكسيد دايما مش بيروح له وبيجيبش أهدف كتيرة لأن الكرة النهاردة اللي عملها في الهدف التاني طبعا يعني أحيي أعطيته الله وجي ميتكلم عليه وسام أبو علي كيام دا كله أكرم توفيق أكرم توفيق يا جماعة تطور بشكل مرعب النهاردة من أول المباراة أكرم توفيق هو اللي بيزقف أنصاف المساحات في التلت الأخير وبيرسي تاو هو اللي بينزل استلم لو مارسل الكرة شاف أن الرجل دا ما يقدرش يعمل كده أكيد أكرم توفيق مش هيقدر أنه هو يكون متواجد في الحتة دي لو الحالة جاهزة معنا جاهزة مش مش مشكلة ولكن الجون اللي أحرزه وسام أبو علي التاني اللي هيحي أعطيته الله عمله الباص أكرم توفيق سلام الكرة وده الجديد بقى أمر رجل مرقص في وسط المرعب ولعب باصمة بين الخطوط قدرت الكرة دي من يتعدي كل الناس لغاية لما وصلت ليحي أعطيته الله اللي كان حتى الجمال كان بيتكلم عليه أنه هو إزاي قطع في الحتة دي وبالمناسبة بمناسبة قصة بتاعتها هيحي أعطيته الله هو الموضوع بتاعتها هيحي أعطيته الله هو لما بيبدأ يزيد حسين الشاحات ما بيخشش جوه عمق الملعب حسين بيفضل واقف عند الخط عشان واخد تشتيت الباك اللي معاه عشان تدخلق المساحة اللي يجري فيها هيحي أعطيته الله فهو السلاح مبمي جدا للنادي الألي ولكن هو فيه رزق كبير جدا في قصة بتاعتها هيحي أعطيته الله أنه هو بيخش في الحتة دي لأنه ظهره بيبقى مكشوف بشكل كبير جدا ومرانة عطية يتسابل واحد فالرزق اللي اتعامل النهاردة من إحي أعطيته الله هتشوفه في موشات كتيرة بس ده ممكن يأذي النادي الألي في التحولات وده طبيعي جدا وده كل الفرق بتلعب كده دي الحاجة التانية الحاجة يعني التالتة والأخيرة يعني علي معلول لن يأتي مثل علي معلول في النادي الأهلي كل التأدير والاحترام لصفقة إحي أعطيته الله كلنا الرجل مش محتاج أنه ياخد وقت ولكن علي معلول سيبقى أسكى لاعب أنا شفته في حياتي محترف جيف تاريخ النادي الأهلي القدرة بتاع تعالي معلول إنه هو نادرا ما بيلعب بس غلط في التلت الأخير هي دي اللي بتخليني يعني عارفة التحب لو أحد يحب علي معلول فالمقارنات اللي ابتدت بدري شوية أنا بشوف أن مفيش بديل لعلي معلول في التمن سنين التاريخي الكبير اللي عمله وميح أعطيته الله نتمنى له التوفيق نتمنى لأي العيف الأهلي وزا ملك التوفيق ولكن حدش يمس ويجي جنبها تتعالي معلول طبعا اسم كبير وعظيم وأسطوري في النادي الأهلي طيب